ولهذا ينبغي على العبد أن يفقه هذا الباب وأن يعرف أن هذه الدنيا دار ابتلاء ولا يدري ما الذي يفاجئه في هذه الحياة سواء في نفسه أو في صحته أو في عافيته أو في ولده أو في تجارته أو في ماله لا يدري فإذا كان في سراء عليه أن يكثر من شكر المتفضل والمنعم سبحانه وإذا أصابته الضراء جاهد نفسه على تحقيق عبودية الصبر ليفوز بالبشارة العظيمة في هذا السياق الذي معنا قال الله وبشر الصابرين بماذا القاعدة عند أهل العلم أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم هنا قال وبشر الصابرين ولم يذكر بأي شيء فيشمل ذلك البشارة بكل خير وفضل ونعمة في الدنيا والآخرة فالصابر له البشارة المطلقة بكل خير في الدنيا والآخرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن في سرائه حقق أبودية السراء ويستكر للمنعم سبحانه وتعالى وفي ضرائه حقق أبودية الضراء وهي الصبر على المصاب ففاز في سرائه بثواب الشاكرين وفاز في ضرائه بثواب الصابرين فهو فائز في الحالة وناجح في الامتحانين لأن كل منهما امتحان ولنبلونكم بشتر والخير فتنة ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يتنبه في هذا المقام أن سعة النعمة الدنيوية وكثرة المال ليس دليلا بحد ذاته على محبة الله سبحانه وتعالى لمن وسع عليه في المال كما أن ضيق ذات اليد وقلة المال ليس دليلا على بغض الله لذلك الشخص أو مهانته عند الله وإن كان قد يظن أو يظن كثير من الناس ذلك قال الله تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هكذا يقول الناس فماذا قال الله؟ أجيبه كلا قال الله كلا أي ليس كما يظنون ولا كما يقولون فمن وستعى الله عليه في المال هو في الحقيقة في ابتلاء وامتحان وعبوديته في ذلك شكر المنعم سبحانه وتعالى ومن ضيق عليه في الرزق فهو أيضا في ابتلاء وامتحان وعبوديته الصبر على ما قدره الله وكتبه فإذا شكر من وسع عليه وصبر من ضيق عليه كان ناجحين في امتحانهما ولأهل العلم بحث واسع في أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابع وكتب في ذلك رسائل مفردة قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأنت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة قد أيهما أفضل قال الأتقى لله الأتقى لله منهما هو الأفضل قال إن كان في التقوى سواء قال هم في الأجر سواء لماذا؟ لأن الأول ابتلي بنعمة السعة في الرزق فحقق العبودية المطلوبة في هذا الابتلاء وهي الشكر والثاني ابتلي بضيق ذات اليد فحقق العبودية المطلوبة في هذا المقام وهي الصبر فالصبر عبودية عظيمة جدا ولكن الشأن في التوفيق لها عند حصول المصاد ووقوع الابتلاء وفي الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالشأن في ذلك وإلا بعد الصدمة كل الناس يسلون سلو البهائن لكن الكلام في المحق ووقت الصدمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا السياق العظيم المبارك فيه أن الابتلاء واقع ولابد ولا يسلم منه إنسان وأن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وميدان امتحان والابتلاءات متنوعة كما هو مبين في هذا السياق الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فهي ابتلاءات متنوعة منها ابتلاء للمرء في نفسه وصحته وعافيته أو ابتلاء في ماله وما يملك أو ابتلاء في أهله وولده ابتلاءات متنوعة وإذا نظر الناظر في بيوتات الناس ما منها بيت يخلو من ابتلاء وما ملئ بيت حبره إلا وملئ عبره وإذا عرف المرء هذه الحقيقة وأن الدنيا داره داره ابتلاء فعليه أن يهيئ نفسه للعبودية المطلوبة منه في ذلك المقام فإن العبد كما أنه مطالب في رخائه ويسره بالسكر للمنعم سبحانه وتعالى فإنه في الوقت نفسه مطالب في بلوائه وضرائه بالصبر على المصيبة ولنستمع في هذا المقام إلى قصة عظيمة مفيدة فيها تأكيد للمعنى الذي أشرت إليه رواها أبو نعين في كتابه حلية الأولياء وهي أن الفضيل ابن عياض لقي رجلا فقال له كم أتت عليك من السنين يعني كم عمرك قال ستين سنة قال أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجع قال له أو تعرف تفسيره أو تعرف تفسيره هذا الشاهد عناية السلف رحمهم الله بالتنبيه على العناية بفهم معاني ومدلول الأذكار الشرعية قال أو تعرف تفسيره قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سألك فإذا علمت أنه سألك فأعد للمسألة جوابا فإنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين الأولى الإقرار بأنك عبد مملوك مدبر طوع تدبير سيدك وخالقك ومولاك أمرك بيد الله سبحانه وتعالى يقضي فيك بما يشاء ويحكم بما يريد فأنت لله والجملة الثانية وإنا إليه راجعون أي أنت راجع إلى الله ستقف بين يدي الله وسيحاسبك ويسألك فاشغل نفسك بالأعمال والأقوال التي يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها ومن ذلك حال المصاب من صبر وحمد واسترجاع ونحو ذلك قال فإذا علمت أنك لله عبد فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فعد للمسألة جوابا انتبه الرجل حينئذ ويظهر أنه كان من أهل التفريق والإضاعة فقال ما الحيلة ما الحيلة قال يسيره قال وماهي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى وهذه غنيمة عظيمة جدا لو قدر أن شخصا عاش ستين سنة من عمره في تفريض وإضاعة ثم تاب إلى الله وأناب إليه سبحانه وأقبل على طاعة جل في علاه وعقد العزم على الاستقامة على طاعة ولم يعيش بعد ذلك إلا أيام قلائل إلا أيام قلائل تغفر له الستين يغفر لك ما قد مضى لكن إن بقي مفرطا مضيعا أخذ بما بقي وبما مضى هذا والحرمان والفسران نسى الله لنا أجمعين العافية والسلامة انظر هذه الكلمة ما أعظم شأنها وما أحوج كل عبد إلى العناية بها حال المصاب وفي حديث عظيم ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله سبحانه وتعالى لملائكته قبضتم روح ولد عبدي فيقول نعم فيقول الله قبضتم فلذة كبد فيقول نعم فيقول الله سبحانه وأعلم ماذا قال عبدي قالوا حمدك واسترجع قالوا حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قالوا حمدك واسترجع واسترجع استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه الكلمة كلمة عظيمة جدا ينبغي على العبد أن تكون على لسانه وفي قلبه عند حصول المصاب يبادر إلى الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون وعليه أن يقولها عن علم بمدلولها وفقه للمراد بها وتحقيق لما دلت عليه من إيمان إذ إن الأذكار السرعية إن لم يقلها القائل عن علم بها وبما دلت عليه تكون ضعيفة التأثير إن لم تكن عديمة التأثير لأن الأذكار الشرعية ليست ألفاظا لا مدلول لها وليست كلمات لا معاني لها بل هي ألفاظ دالة على أشرف المعاني وأجل المقاصد وأعظم الغاية فيقول في مصابه إنا لله وإنا إليه راجعون مستحضرا المعنى محققا الإيمان الذي انطوت عليه هذه الكلمة تحسين المعنى هناك تحسين المعنى